دي أنا بقولك العين مش ماشي بأحسن صورة الموسم ده وهيرنان كريزبو على وشك الرحيل عن نادي العين الإماراتي على وشك الرحيل عن نادي العين الإماراتي الموديل الفني ليه الفريق تركوا قبل كده لهيرفي رينار هو الأقرب لتدريب العين الإماراتي لو راحل هيرنان كريزبو من الآخر يعني هيرنان كريزبو خسر من الأهل مباراة الانتر كونتنينتل هيمشي من العين الإماراتي انا اقول لك شوية ارقام للعين الاماراتي الموسم ده عشان تعرف برضو منافس الاهلي عامل ازاي من العين الموسم ده خاض 11 مباراة بمختلف المسابقات ما خرجش بشباك نظيفة سوى في لقاء واحد من 11 مباراة مباراة واحدة بس بشباك نظيفة واستقبل 21 هدف يعني معدل تقريبا هدفين في كل مباراة العين بيمتلك اضعف دفاع في دوري ابطال اسيا للنغبة حيث تلقى 10 اهداف في 3 مباراة فقط والعين خاض 3 مباراة في دوري ابطال اسيا للنغبة لم يحقق اي فوز خس المباراتين وتعادل في لقاء ويحتل المركز الحادي عشر في مجموعته بنقطة وحيدة فقط سوفيان رحيمي بالهاترك اللي سجله اليوم في الهلال انفرق بصدار قائمة هدف دوري ابطال اسيا للنغبة برصيد اربع هدف فيما يتصدى لابا كوتجو قائمة هدف الفريق في الدوري برصيد اربع هدف ودول اقوى اثنين لعيبة عند العين انت شايف العين عنده اقوى هدف في دوري ابطال اسيا اقوى هدف في الدوري الاماراتي بس الدفاع سايق جدا اشكا بقولك ايه قدام في الهجوم فريق خطير جدا في الدفاع الدنيا سهل سهل على الاهل ان شاء الله